Bonjour mes amis, aujourd'hui on va apprendre comment rédiger un petit paragraphe pour parler d'une visite ou bien d'un voyage. اليوم سوف نتعلم كيفية إنشاء فقرة تتكون من ثلاثة أو أربعة جمل لنكتب فيها عن رحلة أو عن زيارة قمنا بها في الماضي. Prodiction écrite Et qu'est-ce que tu as fait ? المطلوب هو احكي لنا في ثلاثة أو أربع جمل أين ذهبت خلال عطلة الشتاء وماذا فعلت خلال هذه العطلة هنا يطلبون منا تصريف الأفعال في الماضي المركب ولا قد رأينا في درس مضى كيفية تصريف الأفعال في الماضي المركب امploie un CCT et un CCL يطلبون منا توضيف CCT الذي هو المتحدث عنه وماذا فعلت خلال عطلة الشتاء وماذا فعلت خلال عطلة الشتاء ولا قد رأينا أيضا في درس مضى ما هو CCT وما هو CCL utilise la première persan du singulier J هنا يجب استعمال le pronom J الذي هو أنا يعني سوف تتحدث عن نفسك عن الرحلة قمت بها بنفسك وماذا فعلت خلالها أولا سوف نبدأ ب CCT complément de temps سوف نحدد زمن الذي فعلنا في هذه الرحلة أو هذه الزيارة نكتب أولا مثال نكتب pendant les vacances pendant les vacances خلال العطلة أو إذا أردنا أن نضيف pendant les vacances divers خلال العطلة الشتاء هذا يعتبر CCT وcomplement de temps يحدد لنا الزمن زمن الرحلة ثم نكمل جسوي علي أنا ذهبتو جسي le sujet أنا سوي علي c'est le verbe c'est le verbe c'est le verbe علي conjugué أو passé composي c'est le verbe علي conjugué أو passé composي et le e entre parenthèses c'est le e du féminin هذه تخص المتكلم إذا كان المتكلم فتت هو le sujet qui parle c'est ج qui utilise le pronom ج إذا كان féminin on ajoute e إذا كان masculin لا نضيف e في الأخير pendant les vacances je suis علي avec ma famille avec ma famille خلال العط ذهبتو مع إلتي هنا نكمل الجملا نستعمل سي سي ل لكم 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 هذا يعتبر CCL complément de lieu هذه الجملة الأولى la première phrase pendant les vacances je suis علي avec ma famille على compagnie هنا استعملنا CCT حددنا زمن الرحلة استعملنا CCL مكان الرحلة إلا أين ذهبتو استعملنا le passé composé كما طالبو منا صرفنا الفعل في le passé composé اللي هو le verbe علي الفعل ذهب deuxième phrase هنا أتحدث عن الأشياء التي فعلتها خلال هذه الرحلة نو نحن هذا le sujet نحن يعني أنا وعائلتي سم من ت سي لذلك من ت و سي composé نو سم من لقد ساعدنا على من ت إلى الجبل هذا CCL نو نو سم من إلى الجبل troisième phrase نفس شي هنا la phrase ج ج apostrophe c'est le sujet et vu c'est le verbe c'est le verbe voir au passé composé لقد رأيت في الماضي المركب ج ي لف 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 هذا لف لف ج entend لف 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 apostrophe c'est le sujet et entendu c'est le verbe c'est le verbe entendre يسمعو entendre conjugué au passé composé ج entendu يعني لقد سميحط ج entendu لف 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 سميحط لف التي اعجبناها. Je lis le paragraphe. «Pendant les vacances, je suis allée avec ma famille à la campagne. Nous sommes montés à la montagne. J'ai vu les fleurs et de grands arbres. J'ai entendu les gazouillements des oiseaux. Ce qui m'attirait, c'était les animaux dans les champs verts. » C'est la production écrite. Nous avons fait 5 phrases. 5 جمل وظفنا فيها لباسي كومفوزي كما طالبوا منا وCCL وCCT إذا أعجبكم درس اليوم لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك وإلى اللقاء إلى درس آخر إن شاء الله